السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الأولى راحب بكم بدرس جديد بمادة الصوت معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح نشرح لكم الصوتيات وشلون راح ننطقهن وشلون راح نفتهمن طيب شباب أول شغلة قبل لا أبدي وياكم أريد أقول لكم نقطة مهمة جدا ولازم تنتبهوني على هاي النقطة شوفوا مادة الصوتيات اللي هو هذه الأصوات مو سهل تتعلمين صراحة بكل سهولة لذلك نصيحتي إلك شوف الفيديو وتنطق وياي وتحفظ مثال وأكو شغلة مهمة جدا هذا الفيديو لازم تعيده أكثر من مرة ومرتين وعشر وعشرين وورا ما تعيده هم راح تخربط وهذه مسألة كلش طبيعية يعني شي طبيعي جدا لذلك لازم تعيد وتراجع وتعيد وتراجع ويا الدورة مع الرسم الصوتي ضروري جدا راح تشوفها نشرح عليه ويوتيوب أيضا كلش راح تستفاد من عده فويا هذني اللي أنا قاعد أشرح لك به ويا الدورة الرسم الصوتي ويا الأمثلة مع الكتاب راح أصير أمور كلش تمام لذلك خلينا نبدأ طيب أول صوت عندي أولا شوفه احنا هسا حاليا نقاعد نحكي عن أصوات العلة احنا عليما نقاعد نحكي عن أصوات العلة اللي هما الفاول يعني ما قاعد نحكي عن الكونسننت الأصوات الصحيحة لا احنا هسا شوف بس حتى وضح لك الصورة شوفوا ايا أنا عندي باللغة الإنجليزية أصوات عددهن 44 طيب ينقسمن إلى علة العلة عددهن 20 وكونسننت 24 العلة هم ينقسمن العلة هم ينقسمن إلى أقسام واحد ادنين تلافة زين والكونسننت أيضا ينقسمن إلى أقسام احنا راح ناخد كل حالة كل مجموعة واحد راح ناخد كل مجموعة واحد طيب طبعا حتى ما أطولها عليكم كل مجموعة راح تكون واحد فلذلك عندنا اليوم المجموعة الأولى اللي هي أصوات العلة القصيرة اللي هما short vowel أصوات العلة القصيرة اللي هما short vowel طبعا عنددهم سبعة هذني راح ناخذهني اليوم وباتر الدرس الجاي ناخد long vowel أصوات العلة طويلة زين يلا وياي شوفوا أول صوت عندنا هو هذا الصوت شوفوا شلون ينكتب A Hitchi وبعدين أكو E Hitchi صعير E هذا يا صوت هذا صوت A وياي تعال أنا شلون ما أنطق أنطق وياي شوف أولا هاي الأصوات الصعبة أنا أثناء النطق احتمال أخطأ بيهن فإذا أخطأت نبهوني عادي أنا مو منعب يعني زين شوية شوية راح تتعلمون وراح تفهمون فمسألة طبيعية بالبداية جزان أخطأ بيهن بس أنا راح علمك شلون تعرفهم وشلون ضبطهم مية بالمية لذلك أول صوت عندي صوت الـ وياي آ آ آ الشفايف صار بهذا الشكل مفتوحة شوية ومفتوحة للأعلى عدلة شنها دائرية آ آ آ مثل كلمة ساد آ آ ساد آ كات آ آ ذات آ آ آ إذن هذا هو الصوت الأول هو صوت الأ باوع لشلون مكتوب شوف ليه هنا ساد شوف هذا الرسم صوت طبعا هذا لازمين حفظ لازم تحفظ مثال عدي على مت الذكرة مو تغلس لا تغلس لا تسوي مثل طلاب العام لما قلت لهم حفظوهم ما حفظوها ونصهم رسبوا نص عدل من طلاب رسبوا بمادة الصوت وراحوا حتى غيره وغير التخصص لذلك من أقل لك أحفظ مثال أحفظ مثال إشلون تحفظه من خلال الكتابة والتكرار باوعوا إياه أنا هسا أريد أعتبر نفسي طالب مرحلة أولى وأريد أحفظ هذه الكلمة راح أكتبيه هيشي ساد واكتب طبعا ايه هنا ايه هنا اكتب الصوت آه هذا الصوت اكتب كلمة ساد واكتبيه هنا قدم الرسم الصوتي حط قوس هاي الأقواس ما العلامة الرسم الصوتي إذا ما كتبتها صفر تأخذ بالرسم الصوتي واكتب هيشي اس ساد آه ساد ساد مرة أكتب الصوت آه حطه بين قوسين أكتب الكلمة علي ساد واكتب علي مثال الرسم الصوتي مالتا والحل ساد إن آ ساد ساد آه ساد ساد هذا شسمي اسمه رسم صوتي هذا شسمي اسمه رسم صوتي هذرني ليش أحفظ هني أستاذ حتى تذكر المثال عليه بحيث أنت لما نشوف هذا الصوت تقول ها هذا الصوت أبو ساد شوف عندك ثاني الكلمة علي هي كات ساد كات عندك تلاحظ نفس اللفظ ساد كات ذات 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 آ آ آ شوف طبعني هنا التي أس تلفظ ذ والذ بلق رس صوتي ذهو إيش أدري بها تحس الموضوع عليك غريب وهذا حقك لذلك لازم تحفظ لي هذا الأمدل ها هذا الصوت شي اسمه اسمه ذ ذات 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 إذن هذا ذ بأوعلي إي هنا كلمة كات هالكلمة بأوعلي بالرسم الصوتي شلون صايرة هي هي كات بالرسم الصوتي كاتبها ك طيب ليش كاتبها بهذا الشكل السؤال ليش لأنه هي لفظناها ك فإحنا كتبناها ك هيت هيت يعني هيت يكون النظام إذن كات ثات هيت ها زي لنين حفظين لنين حفظين هاي ثلاثة من ثلاثة نحفظ على هذا الصوت استاذ شون أحفظهم من خلال الكتابة والتكرار عشر مرات أو خمس طعش مرة استاذ مو أنا ما عرف الفط لعدش قاعد أسويها الثاني مو قاعد ألفط غير تلفظ يا طيب نجي هس ساد كات ذات ساد كات ذات يلا ساد كات ذات على صوت على صوت الآ حلو زي ننتقل هس على الصوت الثاني إيه هذا الصوت هذا الصوت أبو التن أبو العشر من ننتق هذا الصوت شلون ننتق وياي شوف ذات هاش قلنا آ هذا شلون ننتق أ أ شفايف شوية تكون مفتوحة لكأنك واحد قاعد يضحك تن 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 شوف أ أ تن داد 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 من 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 شوف أ أ أ أ أ أ شوي أكو رحكة هنا أ شننتق الصوت هذا لا تنزل إذن تن داد من هذا الصوت أنا أسميه أبو الرحكة إذن هذا الصوت أبو سعد وهذا الصوت أبو الرحكة تن 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 الصوت الثالث يحفظ هذه الأمثلة شوف لي شوف لي شوف ها نسيت أقول لكم هاي الملاحظة باوعولي إذا تلاحظون هذا الصوت دائما يجيكي بنص الكلمة الثلاثية مثل كلمة ساد كاذ ذات مثل عندك كلمة هات مثل عندك كلمة فات مثل عندك كلمة رات أي كلمة ثلاثية بها حرف لن رح نحط الصوت اللي بعد تن شوف هنا تن شوف ايه هنا عندك ايه ايه هذان اثنيات صار ايه ليش يقول لك الصوت ما بي قاعدة ما بي قاعدة بس لان هايش ترهميات هل تساعدك تن د من من شوف الصوت الثالث هذا الصوت تحس يطلع من البطن هذا الصوت تحس يطلع من البطن مثل كلمة up 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 تحس تحس قاعدة من البطن up 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 cut 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 sun 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 تحس جاي من البطن هذا انا سميه ابو البطن زين up cut sun هذان الامثال نحفظها علي وقلت لك ما كل قاعدة شوف هذا او صار ايتي زين ف ركز لي على هذه الاسوات مهمة جدة ما اوصيكم حفظ شون احفظه كتابه وتكره كم مرة 15 مرة اعيد واكتب لا تستهين بهاي الطريقة up up cut شوف cut شوف هنا هذا كوكي صار كي ليش لان احنا نعتمد على اللفظ احنا شلون نلفو نكتب ننتبه رقم 4 والله والله اذا ما كتبت هاي الاسوات كل واحدة 15 مرة من هسه الصوت انت راح ترسبيه بعد ما اقوله طيب نجعل الصوت الرابع الصوت الرابع الصوت الرابع هذا شلون الكسرة بالعربي شون الكسرة الخفيفة pill hit sit يعني مو بتسامة لا كسرة pill hit sit باوع لإيه هنا هاي بيه الكلمة شوف إيه هنا هي شون مكتوبة مكتوبة هي تي بس انا من صوت الرسم صوتي p بعدين ايه هذا الصوت هذا الصوت بالرسم الصوتي ما بي نقطة بينما هو بالكتابة بي نقطة بس انت بالرسم صوتي ما تكتب نقطة دير بالك وهذا الصوت يشبه الكسرة الخفيفة بالعربي مثل pill إذا تلاحظ هي اللي بس احنا كتبناه مرة وحدة ليش لأن بالرسم الصوتي تكتب على الفض فأنا كم مرة قلت pill لو قلت pill إذن ال L ما لفضته لذلك أنا ما كتبه يلا يا بطل زيد نجعل اللي بعدها نفس الحالة اكو اي إذا كتبت الاي بنص الكلمة صفر ليش لأن صار غير لهم هذا الصوت اللي يشبه الكسرة ما بي نقطة إذا تلاحظ نفس النطق pill hit sit sit شوف ايهاية شوف الفرق بين هاي الكلمتين هذه sit وهذه set شوف هنا set 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 اي هنا اكو اكو ابتسامة هذا صوت الاي بينما هذا الصوت مبي هذا كان كسرة set 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 أنا سميها لغمزة مرات set ما بي ابتسامة set كسرة set 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 خفيف كسرة خفيف سوالب كلها غريبة عليكم هذا الشي جدا طبيعي أدري بيك تحس نفسك دخلت وقمت تخربط بين الأصوات شي كلش طبيعي أريدك تحفظ لي كل الصوت علي ثلاثة أمثال وخطيطك برقبتي أنا أتحمل مسؤوليتك بس أحفظ لي على كل الصوت ثلاثة أمثلة أستاذ أنا كتبتها ثلاث مرات وحسيت نفسي حافظة الإحساس ضم إليك أنا ما أريدك تحس أنا أريدك تقرأ كم مرة تكتبها عشرين مرة خمسة عشر مرة أكتب الصوت وقال جوال أمثلة وظل عيد مرة ومرتين وعشرين وثلاثة إلى أنا أحفظه لا تقل لي هان قرأتها حسيت نفسي حافظة إحساس ما أريدان أريد قرأي عوفوا الإحساس إحساس ضم يم ممك ما أريدها حسابي يالله طيب نجي حسا على رقم خمسة هذا يا صوت رقم خمسة هذا رقم خمسة رقم خمسة هذا لا تنسالية هذا يشبه شكله لما ننطق مثل الحلق هذا الشفايفة تكون دائرية هذا الصوت خمسة الشفايفة تكون دائرية ومفتوحة لي فوق إيج إيج صغيرة ابني مو يمي لو يمي تغنيتش سواءت لكم يا وحاك تدفكرون شوفوا هذا الصوت إيج صغير لما ننطق إيج شويت شو شو طاب 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 يحبون البريطانيين دائما يتحدون به طاب طاب هيتش أريد أبالغ شوية أريد أبالغ أنا مو يتضغطون طاب طاب شوف هنا كات طاب 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 شوف هنا مهوه شوية نحن نقول بوكس بوكس غلط مو بوكس بوكس اوه 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 أنا دايبالغ شوية أنا مو توصلي الكامل الصور اوه 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 هيتش من ثالث عني طبعا هذا غالبا غالبا نلقى على شكل حرف اوه بنص الكلمة الثلاثية مثل top, cut, box, باضح؟ دعو باضح شوية بس على موتكم والله على موت تفهمون طيب باوعلي على بعض الجغلات هنا مثلا عن عندي هذه الكلمة باوعلي هاي شين هاي الكلمة؟ مو top شوف شون كتبناها بالرسم الصوتي هذي top قلنا بعدين هاي بعدين هاي شي top قم اللاحظة شوية يقلكم يا كلش مهمة شوني هاي شوية يقلكم يا شوفي هنا هاي عندك حرف الكي حرف السي بس انا لفتة ك لذلك انا كتبته ك زين؟ سواحد يقول استاذ مواني ما عرف الفط لا تخاف كلنا راه ناخذين هنا ما رح يجيك شي خارجي عندك كلمة بوكس شوف لي الاكس بالرسم الصوتي نكتب على شكل كي اس متى ما لقيت حرف الاكس راح تكتبه بالرسم الصوتي كي اس فاني مثلا عندي كلمة بوكس او شوف هنا كتبنا كي اس لا تنسى الملاحظة اللي تونري اتقلكم اياها بالرسم الصوتي دائما نكتب small ممنوع تكتب capital يعني هذه الكلمة مثلا ايه هذه الكلمة هذه الكلمة اذا مثلا هو كاتب لك ايها capital الكلمة وانت بالرسم الصوتي كتبتها capital صفر ممنوع لعين الحروف كلها نسمع عفوا الاسوات باللغة الانجليزية نتعاملوا ايها small مو capital huge نجهزها على السادس الصوت السادس هو صوت اسم الى اسم يسمونه صوت الاشوا شي يسمونه صوت الاشوا شي يسمونه صوت الاشوا شي يسمونه صوت الاشوا هذا اسمه صوت الاشوا هذا الصوت بالعربي بالانجليزي دائما يجيني على شكل اي ار او او ار في نهاية الكلمة واني انطيه بالعربي شلون اله الخفيفة في نهاية الكلمة اله الخفيفة في نهاية الكلمة مثل عندك كلمة تيتشا تيتشا هذا الصوت الاشوا دائما 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 نلقاه على شكل اي ار او على شكل او ار او على شكل يو ار اي في نهاية الكلمة غالبة وشلون اله بالعربي شوف اللي هنا مثلا فقه مو فقه مو اح اح خفيفة حل فقه شو اسمه فقه تيتشا خفيف شفايفة تكون عدلة شفايفة تكون معدولة عدل وكأنك انت مقعد يستعرف فقه فقه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ويجيني على شكل حرف يو بنص الكلمة بنص الكلمة وهذا بالعربي صوت الضمة الشفائف تكون بوك الشفائف تكون ملمومة ملمومة وصغيرة بوك مسكين هذا صغير فقير مسكين حتى لا تنسون بوك كوك بوت شفائف صغيرة ملمومة وضمة بالعربي ويجيني على شكل دبل أو أو يجيني على شكل يو بنص الكلمة هاي غالبا يعني هاي مو مو معناها دائما دائما أكيد أكو إلى أماكن وجود أخرى يعني بس غالبا بالإنجليزي يجيني بهذا الشكل مثل كلمة بوك كوك بوت خفيف هذا المسكين أنا أسمي هذا المسكين ها هي تعال عندي مثال إلك باوعلي على هذا الأصوات هنا لا أمو عفونا على درس الجل عفونا على درس الجل إلي هنا رح ينتهي أصوات العلة القصيرة نشوفكم بدرس جديد ورح ناخذ أصوات العلة الطويلة حبايب قلبي شد حيلك ولا تنسي تحفظ لي على كل صوت ثلاث أمثلة من خلال الكتابة أكثر من 15-20 مرة حتى لو ما قلت فاكتب شوي شوي رح تثفت المعلومة عندك شوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة